خذونا نروح بقى لعدوى الاستقالات او عدوى الاقالات نتكلم على الاستقالة التانية اللي معانا النهاردة ايهاب جلال اللي قدم النهاردة الاستقالة بتاعته من تدريب نادي فاركو شفنا خسر امبارح قدام امبي بهدف نظيف في الدورة الممتاز ايهاب جلال كده خارج الدورة المصري حتى نهاية الموسم ليه عشان هو لا يحق له تدريب اي فريق اخر ده طبعا بموجب اللوايح اي مدير فني يبقى رغبته ان هو يمشي من الفريق يعلن عن ان هو عايز يعني يستقيل من الفريق موجب اللوايح خاصة به الاتحاد ان هو لا يحق لي ان هو يتولى مسئولية ادارة فنية لاي فريق في الدورة المصري حتى نهاية الموسم ده لو ايه ده لهو الاستقال مش اقيل طيب خلونا نروح نشوف مشوار كابتن ايهاب جلال من ابريل 22 ليناير 23 وحنشوف كده ايه بعض المفارقات خلينا كده نشوفها سريعا من ابريل 22 ايهاب جلال ما حافظ طبعا الالقاب يتولى الادارة الفنية لمنتخب مصر يونيو 22 احنا ابريل هو تعين تقريبا في اخر ابريل اعد مايو يونيو بيتم اقالة كابتن ايهاب جلال من تدريب منتخب مصر طيب احنا في يونيو ها يونيو يوليو اغسطس سبتمبر سبتمبر كابتن ايهاب جلال بيتولى الادارة الفنية للمصري البور سعيد بيقعد سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر هو طبعا ده كده في نوفمبر يعني اقيل واحد ديسمبر يعني نكلم في نوفمبر احنا كده كامل سبتمبر اكتوبر يعني تقريبا نكلم في شهرين ثلاث شهور ثلاث شهور بيتم اقالة كابتن ايهاب جلال من مصر في السبور سعيد في نفس الشهر سبعتاشر ديسمبر بيتولى المسئولية الفنية لفاركو احنا بكلم فيه سبعتاشر ديسمبر يعني قاعد ديسمبر وي يناير يعني قاعد تقريبا شهر وي كم يوم وي بيعلن عن استقالته من فاركو التنقلات احنا من ابريل ليناير يعني ابريل تقريبا نحن بكلم فيه كام سبع ثمان شهور تقريبا ثمان شهور بيتولى ثلاث فرق انتخب الوطني بورسعي المصري بورسعيدي وي فاركو ثلاث فرق كتير